مبارح وبعد ليلة كروية بامتياز والمصريين كانوا في قمة تقلقهم في المناقشات ما بعد المباراة وما بعد الفوز والهزيمة والناس الجديدة اللي بيكتشف انه بيطلعوا أهلوية وزمالكوية كانت او كان ختام حافل لأسبوع هادي جدا في مصر لكن كمان خلينا نقول انه كان عنوان لطرق كتيرة في التعامل مع الفوز والهزيمة ويمكن التعامل مع الفوز والهزيمة هو اللي بيحدد في الغالب الناس بتكمل ازاي يقولوا كده انه دايما أكتر الأشخاص نجاحا هو الأكثر قدرة والأكثر مرونة في التعامل مع الهزيمة المرحلية لأنه بيقدر يتخطاها ويعديها ويتعامل معها بشكل مريح جدا عشان كده لما تشوف أي خلاف فيه اتنين فيه يعني واحد كسبان واحد خسران دايما طبعا افرح للكسب واحتفل معاه لكن كمان بص على أخلاق المهزوم يعني دايما يقولوا كده أخلاقيات الهزيمة دي حاجة لازم نتعلمها جزء من ثقافتنا لما تهزم لما يعدي عليها كبوة لما يعدي عليها ظرف صعب مثلا لما تعامل معاه ازاي ده سؤال والسؤال الأكبر بين ربي ولادنا على أننا نستلم الحكاية دي ازاي إنها آخر الدنيا وآخر الحياة ولا إنها خطوة لما هو قادم وتفاصيل كتيرة جدا يقولوا دايما أنه شخص اللي طول الوقت حاسس بالقدرة على الإنجاز هو ده اللي في النهاية بيكسب ده اللي في النهاية